في عام 2002 انتجت دوج اكتر شاحنة مجنونة على اطلاق كانت دوج رام حطت عليها محركة دوج فيبر اللي بيعمل خمسمائة احصان عشرة سلندر 8300 سيسير كانت اسرع شاحنة وبالفعل في عام 2004 اخذت موسوعة جينيس لاسرع شاحنة في العالم هي شاحنة مجنونة ورام صرت علامة مستقلة عند دوج وغنسين دوج ما تركوا الجنون الماضي حطوا جنون الحاضر لانتجوا لنا غام تياريكت تحط عليها محركة دوج شالينجر هيل كت 6200 سيسير اللي بيعمل اكتر من 700 احصان انا محمد مناشلي وفيديو اليوم مع تياريكت 2024 محركة السيارة المحركة المحركة 6200 سيسير المحركة الموجودة 6200 سيسير 7200 سيسير 7200 سيسير 7200 سيسير 880 نيوتر متر من عزم الدوران سارعة من صفر لمية 4 ثواني و 5 أجزاء من الثانية 6200 سيسير اكسسورات المحركة تعدلت ليس نفس الشالينجر بسبب تحمل الرمل تتحمل 32 لتر تنضغط عادي لكي دخلت رملة السيارة قد ما كان فيه ضغط على المحرك بالرمل لا يؤثر السيارة عليها محرك لكن تعدل على بعض اكسسورات والأشياء الخارجية لكي يتحمل الرمل بطلت عليه على رمل أو أفروض أو أي طرقات لا يتأثر لأن المحرك العادي يتأثر بالنفسه على السيارة سيارة لديك سوبر كار هذا ترك لأفروض أو أونرود لا يوجد مشاكل بيكب مجنون وجه السيارة جدا شريسة لا ترى حركة تصميم مهنسين أبدعوا في السيارة حتى أفروض مفرغة لكي يدخل الهواء للمحرك العملاق 6200 سي 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 فتحة على غطر المحرك والفتحات العملاقة الموجودة بالدعمية لكي يدخل أكثر من 50% الهواء للمحرك لأن المحرك يشفط بسبب أوتو والسيارة عليها كاميرات 360 درجة وحساسات 360 درجة ومساعدة على الطريق تحديد مساري يعني السيارة فيها كل المواصفات التي تريدك إياها وقوية ومنظر متوحش وتطلع على أي طرقات حتى ترى عليها قلصين للسيارة وفي عندك تحت حماية للمحرك حديد الرام تياريكس كل شيء فيها كبير مقدمة حجمة جنوطة مراياها محركة حتى سعرها كبير سعر السيارة يبدأ من 430 ألف درهم بدون الإضافات الزائدة يعني تقريبا 123-125 ألف درهم والسيارة طبعا عليها نظام دفع رواعي جدا متطور نظام العلبة الصندوق التروس يقير السيارة من 8 سرعات ZF نفس تبع الشيارة لكن يطور أكثر لتحمل استخدام العنيف لأنه لديك سيارة لا يستخدمها استخدام لطيف أو مثلا بستة سارة 100 لا بدون يطلع عليها أفروض يطلع الصخير على الجبل على كل شيء بدون يطلع فالسيارة التي تجيل عليها مطور أكثر من تجيل على الشيارة لتحمل الاستخدام العنيف وحتى نظام التعليق كله يطور لدرجة فضيعا مهنسين حتى يتحمل جميع الطرقات تطلع جبل ومي بره جو و بحر كل شيء وين بدك تطلع هالترق وين بدك يطلع يطلع ما عنده أي مشاكل وللناس لما تحب شركة فورد فحب أشرك الدوجرام قتل شركة فورد حرفيا هذا قضى على الفورد F-150 F-150 الرابتر R لأنه الرابتر العادي يصبح يجب محركات ستة سندر سواء على F-150 أو على الرينجر فالرابتر R يعني جنب الدوجرام مبين جنب الرامة TRX منافسين لكن الرامة TRX قضى عليه مثل ما نرى في رسمة بقنص الوسط للسيارة ديناصور TRX يلحق ديناصور رابتر صغير يلحقه و يأكله وزن هالترق العمراق الجيل الخامس للدوجرام أخف من الجيل السابق بمئة كيلوغرام هذا وزنه 2900 طونين 900 كيلوغرام و يحسين أيضا يستطيع سحب جسم أو سيارة أو أي شيء يعني يحسين يسحب دوجرام ثاني ما عنده مشكلة يستطيع يسحب أكثر من 3600 كيلوغرام يعني الجسم الذي يحسين يسحبه وزنه 3000 كيلوغرام ثلاث طونات ثلاث طونات و نصف عادي يزي على الدوجرام والرام عادي يعني دخلت نهر صغير دخلت من منطقة في مية تحسين تطلع بالمية تحسين توص فيها تقريبا ما عنده هون نصف الفندر السيارة يعني كمان مسافة عملاقة تحسين دخل فيها في المي يعني ما عندك مشكل سحراء مي بر جو و بحر جنوط الباكة من كبار كتير يعني جنوط بقية 18 إنش باللون الأسود و مع بصمة دوج من نصف ستبراري الجنوط والإطارات الإطارات هي العملاقة من قدير الإطارات يعني إياه سميد تخل ثلاثمية و خمسة وعشرين على خمسة وستين فالإطارات هي حجرية مشان يعني وين بدك تطلع هذه سيارة مادره يكون جنطة كبيرة هيك الجنط بتكفي مشان وين طلعت على طرق وعرات على جبال على صخور ما يأثر عليك شيء والإطار بشي لك يعني بدك تطلع رابط بالنسبة بتخفض هواء منه شوي بفضل شوي هواء منه بعدين بتوكل على الله وين بدك تروح نظام التعليق تراحكينا جدا متطور هو نظام الدفع الرباعي وإذا كنت تنتبه من شغل فأنت ماشي على طريق بسرعة عالية يعني ما أكسب عمية أكثر مسعوية أحصان عادي يعني تدوس على شيء سيارة مثل مثل هذه أودي يعني بدوس عليها بدوس على السيارات الصغيرة بدوس على أي سيارة فلازم تنتبه مشان ما تروح على محاكم بغيء بعيد الشوي يعني وتبتله من وراء هذا البيكب تطلع على سيارات على ناس على أشياء وما تحس لازم تتبه على هذا الوضوع طبعا نجنب البيكب بصمة الرام والمرأة العملاقة طبعا مع خاصية النقطة العمياء وتدفئة للمرأة يعني إذا كان فيه ماء أو شيء بروح وطبعا مع ضوء إشارة علي بصمة الرام هذه الفتحات كلها حقيقية طبعا فتحاتها غطى المحرك كمان حقيقية وعليها بصمة 6.2 دخول البصمة خروج بصمة دواسات كمان عليها بصمة الرام يعني مشان تسهل عليك الدخول والخروج ونشوف بصمة TRX على الكارير الخلفي وفتحات الثاني البيكب حتى عملاقة يعني تقريبا مترين أو أكثر من مترين بتوقع نستحل الترك أو البيكب بالدبل كبينة مثلا نفتح مقارد الخلفية ما منشوف أنفاق يعني ما منشوف شيء مرتفع مثل بقية السيارات نشوف هيك سيدة مستمر مستقيم ليش؟ لأن السيارة بادي اون فريم يعني محطوط الشاسي تحت والبادي مركب عليه تركيب فلا هيك ممشوف لا أنفاق ولا شيء يعني هون بركب ثلاث أشخاص وراء هون ثلاث مقائد بس بركب مثلا إذا كانوا الحاف بركب أربعة وخامسة لأنه عندك الأرض فاضية حتى في مساحة إجرين كبيرة يعني يعني نوز رجعين الكرسى على الأخير تقريبا يعني وحتى مساحة الرأس وعندك بانورامي كروف عندك فتحة سقطة بانورامية والسوند سيستم من هارمان كاردون يعني عندك شغلات كثير حلوبة والتطريز باللون الأحمر حتى مقائد خلفية فيها تبريد وفيها تسخين وعندك وصلات كمان لتشحن هاتفك طبعا بصمات الار هون كنتارة عندك وتطريز بالأحمر يعني عمام شي شي حلو يعني البيكب ولا غلطة من النواحي المساحات وهالشغلات عندك يعني معك سيارة تقريبا نص نقل عندك هون طبعا هاد الغطة ماذا أفتح والله في موجود تلك السبيرة أو مكانك تشيله اذا بدك فيه نساحات خلفية طبعا عندك كاميرا هون كاميرا بتحت كاميرا عشان نشوف الأغراض كلها الموجودة هون بالسندوق الخلفي كاميرا اللي تشوف ثلاثمين ستين نرجيك فيه كاميرا طبعا هناك حساسات خلفية فحتحتين اكزوز صوتهم يعني ولا احلى من هيك صوت يعني المحرك سوبر تشارل ستراف وتنستي سيف اكيد الصوت ديكون رائع طبعا بصمة الرام على اضاءة الحلفية اضاءة الحلفية ال اي دي بصمة تياريكس برحل نفرجيكم ان نحسن لانه مساحة ديئة شوي فهاي هي نظرة للرام الخارجية خلينا نتقلو المقعد الداخلية شوفوا بسم الله ع شاء الله عندك الستيرنج على التطريز الأحمر مع الكنتارة واللون الاسود اللامع هيك فيه اللون يعني تحس في قلبه نجوم اللون جدا حلو طبعا على اليمين التحكم بالمسافة الرادار طبعا سيارة فيها رادار وعلى يسار التحكم في الشاشة الامامية والصوت والمكالمات والشي وعنا البضل شكله جدا حلو عم فيه عندك من تحت ومن فوق تحسين ضمه ترخيصي انا شوفوا حتى زر السيارة باللون الاحمر يعني السيارة الشريسة جدا خلينا بس نفتح سويتش بسم الله الرحمن الرحيم الترحيم طبعا المقاعد فيها تبريد وتسخين طبعا عليها بسمة تيار ايكس وتطريز أحمر وكنتارة هنا كنتارة بسمة الرام لعشان انتجات تتأكد انه مع قرام تيار ايكس طبعا عليها فتح سقف بانورامية فتح سقف بانورامية يعني كل هدو ضيفي لها فخامة الترحيم جميل مرايا كهرباء فتح اغلاق هنا وضعيات القيادة والتحكم باللون الاسود نضغط عليها بس مرح تبين بس سيارة مطفية ودبل خفيف ودبل ثقيل على الطرق الوايرة اطار الشاشة باللون الاسود البيانو بلاك اضم هذا اللون تحكم طبعا في المكيف والتكييف لديك بسمة تيار ايكس مقابل المقعد المرافق لدينا هون فتحات للتخزين أيضا هون فتح التخزين هنا حتى زي بدك تسند موبايلك وارلس تشارج طبعا عليها كلمة رام تشارجر يعني شاحن رام تشارجر طبعا عندنا كمان وصلة طيب سي وي اس بي هون الكاب هولدر طبعا تنتينها الكاب هولدر والغير مثلما تحكينا من الزيت اف من 8 سرعة عندكم بلايتي حديد عليها رسمة التيار ايكس رام يعني هاي سوبر تشارج سيكس بويت دو هيمي سبعمية واثنين احصان يعني ورقم الشاسي جنبه يعني ايه سيارة مداخلية جدا حلوة ومتناسقة وضخمة يعني بتحسك كأنك طالع دبابة حتى منشوف غطى المحرك من هون عليه كمان بصمة تياريكس يعني اللزقه منشوفه يعني سيارة ضخمة جدا عندك الشاشة هون ديجيتال كمان شاشة العدادات حيطيلك احد الشي فيها من فوق هيك متل مستطيل صغير عليه بصمة تياريكس وشكل العدادات كمان جدا حلو والشاشة الوسطية كمان استخدامها جدا سليس طبعا كاميرات ثري سيكستي نفتح الكاميرا اه اه ايضغط السويتش تانية مشتسك كش فيس يب المري الوسطية بيكانك تساوي مري بدغطها بتساوي كاميرا مري كاميرا حسب انت شلو بتحب حتى يعني كانك تتحكم في عداداتها من الشاشة ها شوفوا هاي كاميرات كاميرا الخلفية هاي الخلفية لحالة الامامية لحالة او الامامية مع الـ 360 عندنا باب الخلفي مفتوح كاميرا تبعي الصندوق الخلفي تبعي الريويس كاميرا الامامية وهي اذا بدك توصل كاميرا على السيارة كاميرا يعني السيارة بيمكنك توصل لها كاميرا حتى انتزها نطلع في عدادات كثير يعني للسيارة وعدادات كثير ريس ودرايف مود بيرفورمانس بيكس يعني هاو تشوفوا اللهم صلى الله عليه وسلم التسارع اذا بدك تتسارع والخلوص الارضي والبترول كان يمشي كم كيلو يعني في كتير مواصفات بهالشاشة موجودة الشاشة بتحسها التابلت يعني الشاشة جدا عملاقة انتو شوفوا تقارنوا يعني الفورد F-150 رابتر R داخلية احلى لدوجي رابتر انا بنظري شايف انا منزل فيديو على F-150 هاي الار بي ام واللونج كنترول منهم تدع اللونج كنترول شوف كنترول كنترول شوف يعني هاي الجير كل الجير بدك على كم رب بي ام يبدد الجير يعني مثلا هون محطوط الوضع ستة الاف على البعض ستة الاف على البعض بإمكانك طبعا تزيدها يعني شوف حتي لك مهندس ماك في السيارة مشان على كيفك تتحكم في السيارة هاي المرايا يعني في اعدادات ضد ضخمة ما اتوقع في اضاءة داخلية للسيارة طبعا في ابل كار بلاي واندرويد اوتو والنفيجيشن الصوت متل ما قالنا النظام الصوت من هارمان كاردون يعني السماعات ملزعة عندك هون وعالباب هون وعالباب تحت عندك عالباب تنتين وهون على التابلو واحد اتنين ثلاثة وعندك هون كمان على كل باب اتنين وعالباب الخلفية وفوق الاباب الخلفية على السقف في عندك باب الخلف تنتين ايضا طبعا السيارة عليها عملاق بروجيكتر كمان يعني إذا متكيسر تطلن الى هون مع الطريقة بتشوف شقة سرعتك وحتى على زجاج السيارة في بصمة تيكة للثور تبع الدوج محطوطة هناك على جانب الزجاج من تحت الزاوية اليمينية كمان يعني حلوة للمرافع يعني إبداع حتى انت مشوف الشمسيات أعملاقة يعني شوف الشمسية ما أكبر إذا عملتها فتها هيك سيكون عندك مجال رؤية أقل من شبر مجال رؤية إذا عفتها مثلا فتحتها على أخير فالسيارة من الداخل ولا غلطة يعني حتى مشوف تبريد تسخيم مقاعد حتى فيها عندك تدفئة مقود يعني شلون انت بتحب ما عندك مشكلة رجل حرارة جوال معرض 19 يعني دوجرام والله مرائع حتى تمام الدواسات البريك والوخود كمان كهرباء يعني ما أصروا الجماعة في شيء حتى مساحة تخزين هون حتى عندك في الوسط مساحة تخزين تشوف عندك مساحة واحدة مرزم بين عليك هالكاميرا وهون هي واحدة ثانية وهون السر بالدوجرام حتيلك ديناصور تي ار اكس تي ريكس مع ديناصور صغير ديناصور رابتر مكتوب عليه والله ما يواضحة كتير الكتابة ريجل رابتر ما يواضحة كتير الكتابة الصراحة بدك تغطس لتحتها طيبين عليك فمحطوط مكتوب هون على جنب من فوق تي ار اكس سكيل وان سكستي يعني ما بعرف هاي اكيد بيقصدوا عليها الرام الرابتر عفوا الفورد رابتر ديناصور عملاق تي ار اكس وناه للديناصور الدوجرام التي ار اكس وداما في ديناصور رابتر صغير يعني شان نعرف انه المنافسة شديدة بين الدوجرام والفورد رابتر على هاي الفئة من السيارات يعني ما بعرف الله يطعمنا وياكم بس يكا شوفوا الايماءات تبع الشاشة داية بس نغير وضعيات القيادة هون الشاشة يعني ما يشوف هاي بحطو لك ايماءات بجيب لك صورة البيكوب مع الوضع اللي انت حطيته فيها لو شوفوا التلج هاي التلج احطينا بوضع التلج اوتو نحطه على الراك لازم يشغل السيارة عشان نتحول لدفع الرباعي احنا بدنا نحطه مثلا سبورت هاي وضع السبورت وضع السبورت شوفوا بحطو لك ياه بحلبة وضع الباقة يعني الصحراء او الرمل شوفوا بحطو لك ياه مع رمل الفيت صحراء الايماءات كتير كتير حلبة طبعا منهم تحكم في وفي وضعيات القيادة احطينا سبورت خانا لينا نشغل ونسمعكم كامدوسة طرابية افتاح السيارة بسيط جدا افتاح سيارة افتاح الصندوق الخلفي طبعا بصمة الرامي TRX بظهر المفتاح بلون الاحمر خانس مع الكولدستار بسم الله الرحمن الرحيم صوت السيارة صوت السيارة يعني جدا قوي وهي السيارة لسه عم حالة الكمفورت يعني مش مستوح الكزود بسم الله ما شاء الله نهاية الفيديو نهاية الفيديو وصلنا نهاية الحلقة التي كانت عند دوجرام TRX 2020 الموديل الجيل الخامس سأقوم بتلكون رابط حلقة فورد رابتر R بس كما توقع مشكلة في الصوت تابعونا ومشتركوا في القناة ولا تنسونا من دعمكم كنت أنا محمد الرعشلي السلام